السلام عليكم. شلونكم شباب. واكم الله. طبعا اليوم هذا الفيديو هو الفيديو الثالث عن موضوع الراوتر بصورة عامة. اليوم راح نتكلم عن موضوع تغيير الاي بي ما للراوتر. يعني هو يعاونون هاي السالفة. يقول لك انا اعرف اغيره بس اخاف غيره يصير شي بالراوتر. وانا اقوم ارسيت واروح وادو واجيب بي. لا اقول لكم كل الشغلة سهلة وغيره وكل شي ما راح يصير بي. لان كثير كثير يعاونون من هاي السالفة. يقول لك انا انطر رمز الواحد من اصدقائي ويدخلون على الاي بي ما الراوتر وطلعون الرمز والرمز ينتشر. وتعال انا اقوم اروح اودي بغير رمز سالفة صعبة. فاليوم راح علمك شون اتغير رمز الاي بي ما للراوتر. الشغلة كل الش سهلة. ادخل على متصفح الانترنية كالعادة. ادخل على الاي بي ما الراوتر الافتراضي. اللي يكون واحد تسعة اثنيا دوت واحد ستة ثمانية دوت صفر دوت واحد. وانطي يذهب. مثل ما قلت لكم بالفيديو السابق. انا لانه داخل مسبقا على هذا الضبط مع الراوتر. ما يطلب من عندي اسم مستخدم. وكلمة مرور. انت مرة راح تجي تدخل على هذا الاي بي ما للراوتر. راح يطلب منك اسم مستخدم وكلمة مرور. تكتب باسم المستخدم ادمن اللي تتكون من اي دي ام اي ان. وكذلك بكلمة المرور نفس الشي ادمن اي دي ام اي ان. هنا راح ندخل كذلك على النيتوارك. عفوا نيتوارك. اللاحظ راح تنسدل لنا قائمة متكونة من ثلاث اماكن. الوان والماغ كلون واللان الاخيرة. هدخل على اللان. ونشوف هنا طلع للآي بي اللي كتبته قبل لحظات. طبعا الآي بي ما تقدر تغير بس اخر رقم. اخر رقم تقدر تغيره وتقدر تكتب رقما كذلك. هساني مالتي كان افتراضي. واحد تسعة ثنيين دوت واحد ستة ثمانية دوت صفر دوت واحد. هساني راح امسح الواحد. وراح حط على سبيل المثال تسعة وتسعين وانطي سيف. شوف شو قل لي. يقول لك اذا شنت موافق. انطي. امر. انطيت امر. راح انتظر. راح يقوم يعلي. راح يعيد صياغة مالتي. وانتظر خلي يعيد. اللحظة الساق بعد اللحظات راح انقطع الاتصال ما الانترنت. مني انقطع الاتصال اعوفه راح يتصل مباشرة بدون ادخل على الباي فاي. لانه انا ما غيرت الرمز غيرت فقط الاي بي. اللحظ تم اضغاء تفعيل بيانات الهاتف المحمول. اتصل بشبكة واي فاي. بدنا من ذلك اقوم بتفعيل بيانات الهاتف. انقطع الاتصال حاليا. اهى تم الاتصال بالشبكة. كنك مباشرة. تحفظ الاي بي الجديد مالتيك. بشكل ما تريد تدخل عليه. تكتب هذا. راح تقلص منها السالفة. ولا تخلي احد يعرف الاي بي مالتيك بس انت او اخوك عادي. وما راح يقدر احد يدخل على الراوتر مالتيك وراح ترتاح من سالفة الرمز. واريد منكم اشتراك بالقناة ولايك للفيديو. وكانوا ياكم اخوكم حمود وفيت في امان الله.